اشتركوا في القناة الذين هربوا من الملاعب المصرية في العقود الثلاثة الاخيرة الهولندي نول دي راوتر المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني رفض الصفر مع الفريق للجزائر لخوض لقاء المنتخبين في تصفيات كأس الامم الافريقية في الثامن من يناير عام 1995 وتولى المدرب الوطني محسن صالح المهمة ونجح معه المنتخب في التأهل قبل تولي الهولندي الاخر روتكرال قيادة المنتخب في النهائيات التي اقيمت في ضيافة جنوب افريقيا من المنتخب للاندية حيث غادر المدرب الانجليزي الشهير دون ريفي القاهرة عائدا للندن بعد عدة شهور من تسلمه مهمة قيادة الاهلي موسم 84-85 رغم الارود الرائعة التي قدمها الفريق معه وكان مرض زوجته هو السبب في انهاء مسيرته مبكرا تسلمه كما كان هاله مصطفى عبدو وقلده المدرب الالماني راينر هولمن الذي ترك مهمته على رأس الجهاز الفني للفريق رغم النتائج الرائعة التي حققها تحت قيادته في الفترة من خمسة وتسعين وحتى سبعة وتسعين وتعلل بحادث الاقصر الارهابي الذي وقع في السبع عشر من نوفمبر عام سبعة وتسعين مع الهاربين من القلعة الحمراء نتواصل حيث اعلن النادي تعاقدهم مع المدرب البرتغالي المعروف نيلو فينجادا لخلافة مواطنه مانويل جوزي الذي تولى مهمة منتخب انجولا عام الفين وتسع ثم اعتذر عن اتمام تعاقده قبل ان يبدأ لاسباب غير معروفة وكان حسام البدري البديل المناسب له وحقق معه الفريق نتائج جيدة من القلعة الحمراء لغريمتها البيضاء حيث رفض المدرب البرازيلي كارلوس كابرال تجديد تعاقده مع الفريق بعد النتائج الغير مسبوقة التي حققها معه الفريق موسم الفين واثنين الفين وثلاثة وتتويجه باكثر من بطولة اهمها دوري ابطال افريقيا مفضلا العرض المالي الكبير لنادي العربي القطري وعلى نهجه صار مواطنه جورفن فييرا الذي انهى مسيرته مع الفريق الابيض ورفض الحاحل ادارة في البقاء على رأس الجهاز الفني بعد ان تلقى عرضا مغريا لتدريب المنتخب الكويتي الذي حاول استنساخ تجربة الرجل مع المنتخب العراقي في كأس اسيا الفين وسبعة وجاء فشله في النسخة الثانية والعشرين لكأس الخليج لينهي مهمته مع الازرق لمصلحة المدرب التونسي نبيل معلول واذا كان تصرف الثناء البرازيلي منطقيا في ظل الاحتراف والبحث عن العروض المادية المغرية فانما فعله المدرب الفرانسي الشهير هنري ميشيل يتنافى تماما مع تاريخه وخبرته بعد ان رفض العودة مع الفريق للقاهرة بعد معسكر الاعداد الفرانسي لموسم الفين وسبعة الفين وثمانية بحجة محاولة ادارة النادي فرض بعض الاسماء على قائمة الفريق وكان الهولندي روت كرول بديله في الفريق بدوره نال الاسماعيل نصيبه في مسلسل هروب المدربين عندما سافر الهولندي مارك فوتا رفضا استكمال تعاقده مع الفريق عام الفين وستة لان الاجواء في مصر لم تكن ملائمة لزوجته والغريب ان الدراويش اعادوه لقيادة الفريق مرة اخرى وكان الفشل حليفه فتمت اقالته من تدريب الدراويش عام الفين واحد عشر اشتركوا في القناة 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 شكرا